فهو تجدد واستمرار واستبشار دائم لأنهم في بشرى دائما من الله لهم البشرى وإن لم يبشر الشهداء فمن يبشر وإن لم يستبشر الشهداء فمن يستبشر يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين لا يضيع الله أجرهم أجر هؤلاء الذين قاتلوا لأجل لا إله إلا الله قاتلوا لأجل كلمة التوحيد لا خوف عليهم عندما يخاف الناس ولا حزن عليهم عندما يحزن الناس لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ماشي في يوم من الأيام فوجد سيدنا جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري وجابر بن عبد الله الصحابي ابن صحابي الكلام دا كان بعد غزوة أحد فقام سيدنا النبي بقول لسيدنا جابر يا جابر ما لي أراك منكسرا يعني سيدنا جابر باين عليه كده الحزن وباين عليه الهم والكر ما لي أراك منكسرا فقال يا رسول الله قتل أبي يوم أحد أبوه من بأه أبو عبد الله بن حرام الأنصاري ضمن السبعين الذين قتلوا في غزوة أحد وهو مدفون مع سيدنا الحمز بن عبد المطلب فقول له يا جابر ما لي أراك منكسرا قال يا رسول الله قتل أبي يوم أحد وترك عيالا ودينا لإخوة كثر وأبي عليه ديون كثيرة فقال صلى الله عليه وسلم له يا جابر أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك في بشارة هنا فقال سيدنا جابر قلت بلى يا رسول الله فقال ما كلم الله أحدا كفاحا إلا أباك يعني كلمه الله مواجهة بدون حجاب وبدون ترجمان وبدون واسطة وبدون أحد ما فيش وسيط بينه وبين الله فقال عبدي تمن علي أعطك ربنا سبحانه وتعالى قلت لسيدنا عبد الله بن حرام الأنصاري أطلب مني يا عبد الله فقال يا ربي أتمنى أن أحيا أرجع للدنيا مرة تانية فأقتل فيك ثانية قال الله جل وعلا له يا عبدي قد سبق مني أنهم لا يرجعون ثم تلى النبي الآية قال جل وعلا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين في فرح واستبشار يعني لما تحدث عن الشهداء تحدث بالبشارة وتحدث بالفرح وتحدث أنهم يحيون حياة عند ربهم دائمة وتحدث أنهم لا يخافون مما يخيف الناس ولا يحزنون مما يحزن الناس فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم منتظرين إخوانهم الذين لا زالوا يقاتلون في سبيل زي سيدنا أنس بن النضر صحابي جليل يقول عنه ابن أخي سيدنا أنس بن مالك غاب عمي أنس بن النضر عن غزوة بدر فقال لئن بلغني الله غزوة مع رسول الله ليرين الله ما أصنع طبعا هو صادق مع الله جل وعلا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث من سأل الله الشهادة بصدق يعني صادق مع الله في طلبه وفي دعواه من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه لو مات على فراشه يبلغه الله منازل الشهداء فسيدنا أنس بن النضر لما غابعنا عن غزوة بدر قال لئن بلغني الله غزوة مع رسول الله ليرين الله ما أصنع يشتاق للجنة ويشتاق للقاء الله فدخل سيدنا أنس بن النضر غزوة أحد فقاتل فيها وأبلى بلاء حسنا وكان قريبا من الأعداء فلما انتهت الغزوة ما وجدوه إلا أن أخته أخت أنس بن النضر عمت سيدنا أنس بن مالك بحثت عنه فعرفته بعلامة في بنانه في الإصبع وجدت علامة معينة فعرفت منها أن هذا أخاها أنس بن النضر يقول أنس بن مالك فوجدنا في جسده ثمانين ضربة ما بين ضربة بسيف ورمية بسهم وطعنة برمح تخيل واحد يضرب ثمانين ضربة في جسده يعني ما في موضع في جسده سليم كله مصاب وكله اخترقته السهام واخترقته السيوف وهذا إن دل فإنما يدل على صدقه مع ربه قال جل وعلا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبة ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما موسيقى